موصفات وإمكانيات عارس مرمى عالمي بكل ما تحمله الكلام معين بس العلامة أو المفارقة الغريبة فينا يا كابتن رمضان إنك إنت فنشت وإحنا كلنا مثلا نتكلم على الفرق بين نسختين الدوري السنة اللي فاتت والسنة دي السنة اللي فاتت أنت فنش البطولة دي داخل في مرمى وكتمن أهداف في بطولة الدوري السنة دي أنت مستقبل 21 هدف على الرغم أنه لعيبة المدافعين بشهد الجمهور وتميزين جدا ومقدمين موسم عالي جدا من وجهة نظرك إيه السبب ده إنه الأهل يستقبل هو تاني أقوى خط تدفع في الدوري بس استقبل برضو يعتبر عدد مش قليل من الموسم اللي فات يا أحمد أنت كنت بتعمل الضغط بتاعك كمجموعة يعني بتيجي مثلا تضغط من ناحة اليمين بتلاقي مثلا محمد هاني بتلاقي حسين الشحاد بتلاقي من وراهم مثلا بادر بانون أو ياسر فبتضغط ومع رأس الحربة بتضغط كمجموعة لا الموسم دوت الحقيقة إحنا بندغطش كمجموعة يعني بنسيب مساحات كتيرة جدا للمنافس إنه هو يستلم ويستلم في تلت الدفاع عندنا جمعين فبالتالي إنت يمكن تعرضت فعلا لـ 21 هدف اللي إحنا الحقيقة مرمنات عرض فيه لكن إحنا عشان يمكن الممبرات المبارح أنا بعتبرها الممبرات المهمة جدا في أن إحنا نرجع تاني للنواحة دفاعي الجمعية إنت الممبرات المبارح إنت بتضغط وتستخلص الكورة بسرعة جدا وبالتالي إنت الحقيقة ما أمن نفسك بشكل كويس قوي الدفاعي يعني عشان كده يمكن فرصة بتاعة محمد إبراهيم اللي هو دخل بها الثمنتاشر لكن بعد كده ما كانش فيه فرص خالص ومستحوذ على كل حاجة دفاعيا وهجوميا في الممبرات المبارح الحقيقة مع سراميكا طيب إزاي نشتغل في الفترة اللي جاية على أنك أنت يعني ماتش مبارح أنت أربع أهداف وما استقبلتش فيه كل ماتشاط الأهلي الأخيرة يمكن قبل ماتشو ده استقبلنا فيه أهداف وفي بعض الماتشاط في ماتش الإنتاج مثلا وحنكون لسه بنتكلم عليه استقبلت هدفين وكنت متأخر يعني كنت متأخر في الماتشو إزاي تقفل ده وإزاي تشتغل على فكرة أنت مازلت لغاية النهاردة صاحب أقوى خط هجوم في البطول إزاي تنمي أو تحافظ على قواتك الهجومية وفي نفس الوقت تقفل من النواحي الدفاعية عندك يعني زي ما بقولك يمكن إحنا المباراة الإسماعيلي حتى لما بنيجي نتكلم عليها الكتيم وكأداء الحقيقة يا هجومي عندهم لعبة على مستوى عليك جدا وزي ما قلنا واتفاقنا لأن إحنا أهاب جلال الحقيقة فرق في أداءهم كمان الجماعي فإحنا لعبة الإسماعيلي أو أهاب جلال لو أنت قدت له مساحات هيعملك مشكلة كبيرة أهاب جلال هي هجم الأهلي من وجهة نظرك هلعب جيم مفتوح معنادي الأهلي أهاب جلال في كل مباراته اللي بلعبها بيلعب جيم مفتوح ما بيلعبش جيم دفاعي نادر لما بيلعب جيم دفاعي الحقيقة فهو لا هلعب جيم مفتوح لكن إحنا لو إحنا ضغطنا لو إحنا ضغطنا بالشكل اللي إحنا قدنا بيه مبارح الحقيقة الضغط الجماعي اللي إحنا كنا بنعمله مبارح وفي نفس الوقت إحنا برضك فيه عندنا مشكلة كمان أن أنت على فترات بتلاقي عمرو السلية مثلا أو أليو ديانج اللي اتنين بيروحوا يعملوا مسندة في الناحة لجومية فبالتالي أنت هنا بتفضي وصل الملعب يمكن برضك من المرات اللي احنا بنكون عمر أو أليو ديانج واقف عامل سطارة على المجموعة اللي بتهاجم كلها أعتقد أن أنت الفريق نفس ما يليش مساحات أنه ما يختاركك فدي كمان يعني زي ما أقول أنه واحد دفعية الجامعية وفي نفس الوقت السلية أو أليو ديانج أو حندي طبعا واحد من الاتلاث دول وهو بيلعب لازم يكون هافل وراء الموجهين بقرأتك لإهاب جلال وشكل الإسماعيلي في الفترة الأخرانية مين يبتدي في قلب الدفاع؟ أنا شوفنا طبعا عدم استقرار مستر موسماني ممكن يكون تدوير عشان يرايح اللعبة المجهدة ويمكن يكون لدواعي فنية من وجهة نظرك مين يبتدي في قلب الدفاع؟ مين اتنين مساكين في مطش الإسماعيلي مطش الإسماعيلي المستاكين طبعا ياسر ومين معا وآيمن طبعا لو رجع طبعا أيمن بردك حالك ورامي ياسر وآيمن أشرف آه ياسر وآيمن أشرف أو ياسر ورامي ربيع ورامي ربيع آه طبعا رامي ربيع الحقيقة بردك نفس الحكاية لو نيجي نتكلم على الاتنين سرباكين مبارح الاتنين عاملين جيم كبير جدا تمام أفضل مباراة لمحمد هاني دي أفضل مباراة لمحمد هاني تحس لا هو ده محمد هاني رجع ثاني النواحة الهجومية بتعامل بثقة وكمان مؤثر في النواحة الهجومية زي حاجات الصغارة اللي بتعامل مع سين الشحات عشان يحط كروسات معمولة بشكل قوي جدا تبقى بهاني مطش الإسماعيلي آه طبعا طيب في النص الملعب تلعب بالسولية ديانج حمدي ولا تختار اتنين بس لا تلعب بحمدي والسولية حمدي والسولية آه لأن حمدي الوحيدي اللي في السولية واليو ديانج بيتمركز قدام السردباكين الحقيقة وبيأمن عرض الملعب بشكل هاي الحقيقة في النواحة الدفاعية يمكن قالوا ديانج زي ما قلت لك أنه عاوز يختارك وفي نفس الوقت عمر السولية بزيد هو طبعا رقم 8 وبيخش 18 كتير فحمدي هو اللي بيثبت وبيعمل لك التوازن الحقيقة وانت بتدافع طيب الفترة الأخرانية بحكم مشاركة صلاح وطاهر مع الأولمبي كان الشحات وكهربا وساعت بياخد أجرية شوية يعني خد أجرية حتى نزل المطش مبارح طاهر يعني معلوماتنا بتقول أنه بيعني من كادمة بسيطة وأنه الجهاز الطبي بيجهز طاهر إن شاء الله المباراة الإسماعيلي تبتدي بمين؟ تدي حسينه كهربا اللي كانوا يعني مقدمين مستويات كويسة كهربا لأول مرة بنشوفه بيسجل هدفين في المباراة واحدة الشحات انت كابتن أبوضانك تلسة بتتكلم عليه بتقول أنه مقدم طبعا طبعا عندك صلاح وعندك طاهر تغير في الأجنحة بتاعتنادي الأهلي ولا تخلي في سبات؟ لازم يلعب حسين ولازم يلعب كهربا حسينه كهربا حسينه كهربا لأن كهربا انت عارف المبارات جابته يعني لما شارك بصفة أساسية الحقيقة المبارات جابته فكهربا ماشي بشكل كويس قوي وكهربا عنده حتة السرعة وبيعرف جيب جول كمان بشكل كويس قوي حسين الشحات زي ما قلت لك تمام مباريات الأخيرة هو ده حسين الشحات طيب أنا عايزك تكلمني كمان على الإسماعيلي ووجهة نظر كابتن رمضان اللعيبة اللي انت شايفها مفاتيح لعب ومصادر الخطورة هنتكلم كمان على التحكيم وعايز اسمع رأيك في الفر اللي حاضر معنا في كل مطشطنا وفي كل لقطاتنا بعلامات استفام بس تسمح لنا كابتن رمضان هروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلام